حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الموالي عن أيوب بن حسني بن علي بن أبي رافع عن جدته السلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال أخضبهما بالحناء حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا فائد مولى بن رافع عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع عن عمته سلم قالت ما اشتك أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا اشتك إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال اخضب رجليك يفضل يفضل يفضل